قال قلب الدين حكمتيار أنه في الوقت الراهن تتخلص جميع المقاطعات والمناطق الأفغانية من شبح الحرب بشكل أساسي ولدى الشعب الأفغاني أمالهم في المستقبل فهم يأمنون إقامة دولة مستقلة وحرة وعزيزة قالية من الحروب كما يأمنون تشكيل حكومة مركزية قوية لإدارة البلاد والدفاع عنها أشار حكمتيار أنه في المرحلة الأولى ينبغي لأفغانستان أن تشكل حكومة انتقالية منفتحة وتمثيلية من أجل الحصول على اتراف المجتمع الدولي وتجنب تهميش أفغانستان وفي المرحلة الثانية يتعين على الشعب الأفغاني بذل قصار جهده لإزالة العقبات وتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة مركزية مستقرة وموحدة في النهاية أضاف حكمتيار أن بعض الأعداء لا يريدون الاستقرار في أفغانستان ولا يريدون نجاح أفغانستان في تشكيل حكومة مركزية قوية إلا أنه يأمل في أن يدعم المجتمع الدولي رغبات وقرارات الشعب الأفغاني كما ذكر حكمتيار أن لجنة التنسيقية مؤلفة منه ومن الرئيس الأفغاني السابق حمد كيرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله اتفقت بالاجتماع على إجراء مفاوضات مع قيادة حركة طالبان من أجل إنهاء الفراغ في السلطة بما ستعقد المفاوضات في كابل ترجمة نانسي قنقر